أصحاب السعادة قادة الدول والحكومات ورؤساء الحكومات إنني أحييكم بكل محبة واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبحضوركم أتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي الأحد صاحب السمو محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأشكر كذلك الحضور الكرام وأتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينيين وللعالم الإسلامي برمته ونحن نبدي من هنا موقفنا بشكل واضح على مستوى العالم الإسلامي حياله القضية الفلسطينية وسنقوم بتعزيز موقفنا من خلال القرارات التي سنتخذها وسنقوم بتنفيذها الآن وقد باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة ورحم الله منذ 7 أكتوبر الماضي حيث تم استهداف المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربرية لا مثيل لها في التاريخ ورأينا جثث الأطفال الأبرياء مصطفية في ممرات المستشفيات ورأينا أمهات حاضنات أمهاتهن أولادهن وهن قد فارقتهم الهن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلتهم بين الركام والحطام ومنذ ما يزيد عن 36 سنة هي مشاهد قد بدأت وتسجلت في ذاكراتنا وإن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر التي لا يؤيدها ربما كثير منها وذلك بقتل الأبرياء والأطفال والنساء نحن لا يمكن هنا أن نقبل بذلك بأعمال قوات إسرائيل والمستوطنين أيضا ولا شك أن إخوتنا في الضفة يتأثرون سلبا بما يجري هناك في غزة أيضا وإن حسب تقارير الأمم المتحدة فإن من فقدوا أرواحهم من الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 12 ألف في غزة ورام الله 73% منهم من النساء والأطفال فإن حالة الجلون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن أعتبارها ذريعة لأي فعل كان وبقاء العالم أمام هذه الوحشية صامتا أمر يخجيلنا جميعا وقد تم هدم غزة تقريبا كليا وبينما الدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار ولو نظرنا إلى حادث شارل هابتو الذي قتل جراءه عدد قليل من الناس بينما خرج قادة الدول لمسيرة وسط باريس بينما الآن يقتل الألاف في غزة ولا أحد منهم يحرك ساكنا هذا ليس عجزا فحسب بل هو حالة جبن وفقدان للضمير ولا شك من يسكت عن الظلم هو شريك في ممارسة الظلم على قدر المساوات وكذلك هؤلاء الذين يدافعون عن أمريكا والغرب للأسف كانوا يدعون بحقوق الإنسان قد نسوا ذلك أمام ممارسات إسرائيل وقد رأينا في التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول نعم بنسبة 121 صوت كيف أن إسرائيل والدول الداعمة بقيت معزولة في واقع الأمر ولكن نرى نحن أيضا ننتظر من الدول الدعمة لإسرائيل أن تسغي إلى هذه النداءات إخوتي إن العالم الإسلامي نرى يبدي موقفا موحدا حيال هذا الحدث الجلل وما علينا إلا أن نبذل جهودنا وأن أهنئ الدول التي بذلت جهودا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك وبالتعاون مع إخوتنا المصريين قد أرسلنا عشر طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش ويوم أمس انطلاقات سفينة مدنية محملة ب666 طن من المساعدات الإنسانية واليوم ستصل من العريش ونحن كذلك نستمر في مساعدنا من أجل معالجة مرضى السرطان والأطفال خاصة ويوم 15 نوفمبر سيتم عقد اجتماع تحت إشراف زوجتي حيث يتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين وهدفنا هو أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية بدون توقف الأساس هو وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا وبرانسيسكا البنيكا هي ويتقول أن القرار بوقف إطلاق النار لأربع سنوات هو قرار ظالم وليس عادل ونحن موقفنا كذلك ويجب أن تكون المساعدات الإنسانية مستمرة دون توقف وبدأ بالمستشفيات ولا بد من إيصال الوقود أيضا إلى جميع المؤسسات وخاصة المستشفيات وإن شمال أيضا نجد أن وكالة المساعدات تصف شمال غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية بأنها تشبه جهنم وإنه لا بد من بذل جهود من أجل فتح البوابات مفتوحة دائما وكذلك يجب أن نبذل جهدا من أجل محاسبة إسرائيل على جريمته الإنسانية ولا بد من النظر في ذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وبدء التحقيق اللازم وما موضوع الأسلحة النووية وكذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تبحث في هذا الموضوع ولا بد من البحث عن ذلك في ذلك ولا بد من الكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل وليس ذلك فحسب ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الموضوع الحساس الذي يهدد أمن ومستقبل المنطقة وموضوع آخر هو يتعلق بالتعويض ولا شك أن العامل الذي يجعل إسرائيل متصرفة بلا مبالاة عدم دفع التعويضات على ما تقوم من انتكاب جريمة وتسببها في إراقة الدماء وقتل الأرواح أيضا ولا بد على إسرائيل أن تدفع التعويضات لأن إسرائيل هي نجدها الولد المدلل غير المحاسب لتصرفاته ولا يمكن أن نترك فلسطين وإخوتنا الفلسطينيين وحيدين هنا وكذلك أنا أؤمن بأنه لا بد من إحداث صندوق تحت صقف منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار غزة ويجب أن يعلم الجميع نحن سنفذل قصار جهدنا في تركيا من أجل إحياء وبناء غزة ونحن نولي أهمية كبيرة ذلك ولا يمكن أن نتحدث عن محاولات التطبيع في المنطقة بغض النظر عن القضية الفلسطينية ودون إيجاد حل في القضية الفلسطينية والمشكلة الأساسية هي كما نعلم أيضا تكمن في حقوق الفلسطينيين وتأسيس دولتهم على حدود 1967 ذات السيادة والوحدة الترابية وعاصمتها الشرق القدسية ونحن كذلك نعتبر بأن مؤتمر السلام الدولي يعتبر أرضية مهمة وفي ذلك نحن من أجل حماية السلام لا بد من بذل جهود ونحن المستعدون لبذل جهود لازم بما في ذلك مقترح الدولة الضامنة أيضا لفلسطين وكذلك نعلم بأن هذا الأمر سيوفر الأمن والرفاهية لفلسطينيين كذلك وشعوب المنطقة برمتها بما فيها الشعب الإسرائيلي إخوتي العزاء يجب أن نكون على حذر في حماية القدس الشريف لأن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع على الحرم الشريف لتنفيذ خطتها فإن كثير من الدول بما فيها تركيا وغيرها في المنطقة نعلم بأنها تسمع ونجد بأنها منتشرة المقولة المزعومة أيضا الأرض الموعودة ونحن نقول أن القدس دائما خط أحمر بالنسبة إلينا ونحن نتمنى بأن تصل قدس والفلسطين إلى أيام السلام والهناء السابقة في الماضي ونحن نتمنى كذلك أن يكون ذلك وأصدع الله أن يكون عوننا جميعا وفي هذه الكلمات أنهي خطابي وأترحم لإخوتنا الشهداء في فلسطين وأسأل الله الشفاء العجل لالجرحة وأتمنى أن تكون هذه القمة الستثنائية وسيلة للخير للعالم الإسلام برماته وأشكركم جزيلا شكرا تشكرا للمشاهدين للمشاهدين اشتركوا في القناة